اليوم كاكل اربعة الى ستنا انك يكون حضر معنا الاستد والباحث محمد احسين ليوم متخزة اشتغذية صباح الخير اهلا وسلم لا بس عليك الله يبارك لك صحيحة الحمد لله كانت شي اشتفق نترا والهادل ايام الحمد لله في المغرب كامل اللي كانت عندي واحد سيارة لا لا بلات يا باش نتعب قربش المغرب كامل اقادي البرح ما كانش فيه اشتغل لا سبحان الله يعني ربما كان بوقدي ما كان قول الله اعطاه حلقة نفع صح ربما كانت قلت لك سبب وعلى تقريب البرح اهلا وسلم من احسن تقريب البرح اقادي في مناطق معتاعددة من البلادية lilna يجعلناها كلها مكيتش في مدينة لدينا كلها مكانش فيها حلقة الحمد لله علمد لله لقد اكت رأيت وقع ليه تكون عامة وتمنى من الله سيعرضتها تكون عامة وتكون كما يجيبها النربي على قد انفاع واللي يكون فيه المحصور والقد بزاودي الحوائش لا تكون في المستوى العالي ان شاء الله هد السنة نعم تكون شي سنة متالية بالنسبة لنا 2021 سنة سعيدة الحقاش ماشتكش من السنة الماضية واخبور هذا من العملي فات نعم بالزبط الحاجات ربما البرح مدينة الدار بيضاء كل شي لاحظ تبارك الله تبارك الله واحد الميليمترات لي هي ماشي قليلة ولكن تخلق مشكيل فكنت منه دائما اعطي علاقة انفع لكل أمور تاني شي الإيسان يرد البال للراس والناس ربما لفضل قيسة ديال الشتاعة يمشوا في المواطر يمشوا على رجليهم او لشي حاجة الانسان يرد البال ديالو ودائما يحاولوا الناس بنتكون هاد النوعية من الشتاعة بالتحديد أنا يخرج الانسان شوية بكري او على الأقل تسنة تتصح واحد شوية ودائما نهزو معنا شي حاجات اللي ربما تتحمينا من الشتاعة على الصحيحة ديالنا اكيد كانت منه دائما كيف كان قولو تروي الغلة وتكون سانة فلاحية ان شاء الله جميل على كل فلاحة لان من خلالهم تحنا كان اخدو تقصصات كي تنتاعش بزاف ديال الحويجات فالله اعطى على قدفه على كل امور اذا اليوم ما زال بكملين حديث ديالنا على خضره اللي هو البسباس او البسباس البسباس اللي هو من الخضر اللي بزاف الناس كي اللي كي زعم علي انه ياخدو كي اللي لا شفنا ديك المرة معك انه يقدر يتخذ على بزاف ديال يعني كان اخدو الراس ديال بسباس زائد الغصن او هذا العود ديالو زائد الوريقات ديالو هنا شفنا ان هاد المادة هادي خاصنا ناخدوها كلها زائد حبوب ديال بسباس او النافع البستاني هنا ما زال بكملين حديث ديالنا على الفوائد واش ما زال في شي فوائد اخرى ما اطرقناش لها الاسبوع اللي فايت وطبيعة الحال دائما غنشوفوا الكمية وكيفية رفقتك لكل سادة اللي كي سامعوا لنا اكيد من الرضاع الامهات الحاملة وذي جات كلمنا عليهم الناس الكبار علاش الله بعض الناس اللي ما يقدروش ياخدو البسباس شكونا هما ودائما مرحبا بالاسئلة كل مستمعات على صفر خمساتين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمساتة وتلاتين مرحبا اذا قلنا بان البسباس من الخضروات المهمة جدا واللي ممكن يعتمدها الانسان في هذه الايام خاصة هذه المناسبة ديالها كتزرع في الايام ديال ديالشتو والخريف لا كتزرع في الايام ديال الصيف اه مزيان كتزرع ولكني كتوجد الان مزيان والان موجودة بكمية كبيرة دوس جميع الاسواق تلقى الحمد لله البسباس موجود وهدي سبحان الله وكأن الله سبحان الله وضعفت الوقت هذا باش يتمشى مع كذلك مجموعة ديال الانواع ديال المكلة اللي كانت تكون شيئا ما تقيلة بعدما كتلقى الوقتة ديال البصرة ووقتة ديال العدس ووقتة ديال الحمد ووقتة ديال الفول هذه غالبا كيكونوا تقال شوية للمعيدة وحتى في الوقتة اللي كتاكلهم الانسان وكيتحوا في المعيدة كتلقى صعوبة في التعامل معهم وأنه تهدمهم لأنهم طبيعتهم سخان وطبيعتهم تقال في الهدم ديالهم فلما كتأخذ معهم فالمحط الله سبحانه وتعالى معهم لهذا اسمته البسباس وكأن في ذلك حكمة بالغة بالغة لغرضين أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه سهولة في العملية للهضم وفي تيسير العملية للهضم لدى الإنسان فلما كتلقى البسباس جامعة مع العدس أو البسباس جامعة اللوبيا كتلقى بأنه ممكن أنك تتفادى ذلك المشكلة ديال العسر الهضم ومشكلة ديال مثلا انتفاخات اللي كتكون في الجسم ديال الإنسان وبطبيعة الحال لما كنا كل أنا واحد وجبة غدائية يقدر جي معها انتفاخات يقدر جي معها انتفاخات تقدر جي معها انتاج دوح الغازات ولكن كتكون الغازات مقبولة الغازات اللي ما كتشكلش يعني عائق في الحياة ديال الإنسان لكن لما كتولي الكمية للغازات كتولي كتعدب مولاها وكتولي كتمحنوا كتقول هداء هناك كين مشكلة في الأيام العادية طبيعة الحال أنه لأي حاجة كليتها غادي تخمر في البطن ديالك غادي تخمر ما فيها إلا ولا حتى لأن العملية ديالتخمير راح مسألة واردة ومسألة يعني حتمية لكن لذاك الهضم لما كيكون فيه ميكروبات نافعة كيولي الكم ديال الغازات اللي كتكون في الكرش ديالي قليل لكن لما كيكون هناك نوع مختلط نوع مختلف ولي كنت أنا السبب دياله فأنني كن ناكل عشوائيا أنني كن ناكل بزاف ديال سقطة هنا ممكن نطيح واحد نوع جديد من الميكروبات اللي كتكون غير مقبولة وهذاك النوع الغير مقبول ديال الميكروبات هو اللي كيعطيني ما يسمى بليبالونمو انتفاخات وهذاك انتفاخات هي اللي كتشكل عائق في المسألة ديال الهضم وعائق في المسألة ديال الانتصاص وبالتالي ومع هذا الحالة يعني شيء ما المحرجة ممكن أن الإنسان ياخد البسباس لشكل ربي أو لا ياخده على شكل تيزان كيعاون به يعني العمليات ديال الهضم وكيعاون به عندوك الميكروبات أنهم ما ينتجوش ذاك الكم ديال الغازات اللي كيقدر يعدب الإنسان ممتاز ممتاز نعم وقلت كذلك لما كان ناخد هذا البسباس كما كان هو متعارف عليه مع الأمهات ديالنا والجدوات ديالنا كانوا كيزيدوا معها دائما هذاك اللي كيكون اللي كيكون إطوالي ذاك شكو كيقولوا لي الباديانة الـ باديانة أدوك لديك الـ الباديانة لأنه أس من نفس العائلة هادو كلهم حتظ المائدين جيدا تقريباً عن الانسان وكانوا كيدروا معها الانسان 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 كانوا غالباً كيديروهم النافع. غالباً ما كيديروهم من بعد الماكلة باش كي يحاولوا يخفوا من لعب ديال الغازات اللي كتكنت كتمحن عيب الله. وهدي كنت معروفة عنا في البلاد بواحد شكل كبير وكبير جداً كانوا ذيك تستعلم مستوصفات ما كانوا شأننا في أنا داك فاش كان نهضر وكانوا نسميتوا الناس عنا في البلاد كي يستعملوا هاد القادية. وعاد المقرن على هاد الأمور والما تمعنا وخلينا دا كتيرا كي يحجوف هاد الأمر هدا تبين بأن هادك التلقائية اللي كانوا كيعيشوا بها الأجداد دينها هادك تلقائية ما كانت تعبتاً وكتجي كتلقى بأنه فعلاً كان لها منظومة علمية كان لها تفسير علمي لأنهم كيمشوا على تجريبهما يعني أنهم تجربوا وفقاتهم صفتي بقيمشوا عليها وبدأ بحالين كيف قلتي أن الطيب وهذا والدراسات اللي كادر يعني تبتت هذه المسألة هذه غين تذكروا قلنا أحبدي البديانة أحبودي النافع الكامون سوفي كذلك كل محبوب بكميات وهذه اللي تحت للمسألة بوزن بحال بحال ومن بعد كتصفيها وكتشرب ذاك الماء. ثلاثة دياللي تيزان في النار اكسرا أوردينير. والناس اللي عندهم مشكلة ديال البالونمو مباشرة من بعد الماكلة. مباشرة من بعد الماكلة. وكتشوف بأنك كي يحسب واحد الإحساس ديال الخفة. من بعد لأن الشرب ديال هاد تيزان اللي كتكون كتجين المسألة البعدية. نعم ممتاز ما زالنا نكملو. دائما رفقتك ورفقة كل مستمعات لقضوة توصله معنا مندبا شوي على صفر خمسة اتنين عشرين ستاواتلاتين ستاواتلاتين كانت تكلموا ما زال على البتباس والفوائد دياله أو النافع أو لا النافع البستاني. يعني مرحبا دائما بالأسئلة ديالكم. مرحبا بكل مستمعات كي سامعون نفعين مكان. ثم ما زالي معنا على الشديفين خلال شهد الأسرة. رفقتنا مراد جميلة وطبيعة الحال. مرحبا بلا اسئلة دياركم على صفر خمسة اثنين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين مازال حضر معنا الاستاذ والباحث محمد احسين ليوم التخصص في تغذية ايضا ماازال كان ناخده من الخبرة ديالو في هذا المجال واليوم كان نحضره على البسباس والفوائد ديالو شفنا ان البسباس حبوب من اللي كانت تكلمه على النافع البستاني شفنا كذلك ربما من العائلة ديالو لانه يكونوا عندهم نفس نفس واش نفس العائلة ولا لا ولكن النفس الرائحة كان نحضره على البعض يعني او لده كنجيمات شفنا كذلك ربما من اللي كانت تخلط مع الكامون الحبوب والكامون صوفي ربما تيعطي واحد الخفة بالنسبة الناس اللي كانت عندهم انتفاخات بعد ان اللي كانت ناكلوا شي وجبه داسي ما او لا كانت ناكلوا شي مادة اللي ربما كانت تعطيه هي كتدير غازات او لا كتنفخ هنا شنو الفوائد الاخراء دائما ديال بسباس اللي هكالناس نشجعهم باش انهم فعلا استفدوا منه انهم من يخرج الانسان يتقده دا جا ديالك المرة تكلمنا على انك شنو نختاروا في البسباس وكيفاش خاصوا يكون مازال كنشوفو في هاد المسألة هادي شنو الحواج الاخرين اللي مفيدة باش ان الناس يدخلوها في الاكل دياله والتغديد ديالهم سواء اللي هم هما يا سكالناس كبار او للوليدات لانك نعرف الوليدات هم اللي كيكونوا في طور النمو وكربعوا دائما الحاجة وكتعطيهم طاقة وكتعطيهم تركيز ايضا ممتاز اذا الفائدة التانية اللي خصنا نذكره بها مزيان وخاصة الناس اللي الامهات اللي مقبلات على انها توضع واحد المولود جديد وخاصة كنقولوا المولود اللي مازال في عمره صفر سانة مازال ما خلقش يعني جانين جانين اهنا كنت نقولوا الامهات ديالهم غسكم توجدوا الحليب ديالكم قبل ما يخرج للويد فترة ديال الحمل ممتاز فترة ديال الحمل خاصة في شهر السابع بداية من شهر السابع تاخد الانسان المرأة في الدهن ديالها كيفاش يمكن لها تبدأ توجد الحليب ديالها قبل ما يخرج دك الجانين الى الوجود هلو تعرف على اساس انه اللبس باس او او النافع شو صبح الله غسمي اللي اعطيه ممتاز هات اسم هذا غادي نجي وغا نعرفه على اسم اسمه النافع النافع فعلا لانه كينفع واحد المجموعة ديال الامور ما بين الاشياء اللي كينفع بها وهو مادة من المواد اللي كتعطينا ادرار ديال الحليب ادرار ديال الحلو وانتاج الحليب لشنوية ادرار بعمل ان المرأة اللي كتردع كيولي الحليب يتزاد عندها وانتاج الحليب المرأة اللي ما زال ما ولدتش كان هيقها وكان وجدوه على اساس انها يكون مهيئة لانتاج الحليب وهنا للمرأة اللي حال هذي وكان واحد ايبوكرات لاحظ بانه النساء اللي كانوا عندهم مشكل مع الوليدات ديالهم وكيقدروا يعني اما يديرو لهم يفطموهم او ليعطاهم الشمراء اخرى او ليعطاهم الحليب الاخر اللي يشربوه كتولي لما كتاخد هذا الالبس باس مع مادة اخرى اللي هي الريقليز او لا الريقليز او لا العقسوس عقسوسة مع العقسوس فبجوج هاد المواد هادو اعطاه نتائج مهمة في مسألة ادرار الحليب وفي مسألة انتاج الحليب فالمرأة اللي كتشوف رأسها الحليب يحبس عندها وهي مازال ما كمناتش سنتين ممكن انها تلجأ لهذا النوع من من الوجبات او من الخلطات اللي ممكن ادعونها في انتاج الحليب هذي ابتداء المشهر السادس السابع السابع امه وكذلك حتى الى ولدات نسات رأسها ودكشي وولدات من الاحسن ترجع الهاد العملية هذي اللي غاتكون خلالها ممكن انها تساهم في الادرار دي الحليب ليلها نعم الكمية والكيفية هنا الكمية والكيفية تختلف كان عندنا جد الانواع دي النساء كان كما قال لهم دكتور كازان كيقول كوديان عندي جوج دي الانواع دي النساء وعطاهم قالك اللي فام دي الكات وولي فام النوع النوع الثاني دي اللي فام قالك اللي فام دي الكات اللي فام اللي فام اللي فام اللي فام اللي فام مدين سبعة اقوم بحسب 5-10 الأول من 7-15 الأول لكن يقولون أنك موين وليس لا تخاف في هذه الأسفل لما تغامرها لأنها تفعل 7 الأول لديها أقوم بحسب 3 الأول ويتم تشاهدها وانتظر أن النتائج تكون جد جد مهمة. إذا كما قلت كان جوجة العلماء اللي كانوا خدموا على هذا الأمر هذا بوحد شكل كبير كبير جدا ومع اشانتيون كبير ديال النساء اللي هو الدكتور بودار وكان كذلك الدكتور كازان اللي هذا الأخر خدم في 1700 على هاد النساء هادو والثاني خدم على 1800 قرن من بعد البعض الأول يعطى هو كيزيدي كونفيرمي دك شي اللي القى البودار في الأيام ديالو والنتيجة هو أنه فعلا للنفع كيلعب دور مهم جدا في إدرار وفي إنتاج الحليب للمرأة وكذلك غالكودي شوف لما كتعطيت المرأة هاد النوع ديال المواد إلا كانت ديلي كارت ركين فيها وإلا كانت غوبست ركين فيها وقال لكودي بأنه ليس فقط هاد النوع ديال النباتات كينفع للحليب بل كينفع تل المزاج المرأة اللي كتكون مزاجية وتقدر واحد نهار يطلع لها الدم واحد نهار يكون سميتو يتكون يعني عادية كينفع لهم الإنتاج للاستعمال ديال هادو لأنك نعرفوا بأن المرأة اللي كانت في ستريسي الحليب كيوقف لها هدي ولو أنها تكون ستريسي تاخد سميتو تاخد الحلبة بدون ما يكون تريع الإنتاج لحليب النافع مشي الحلبة النافع 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 نك ما زال رجع الوحد للأمر مهم كان عارفو أنه كان بعض النباتات العطرية أو هذا اللي كي ياخدوها ليس تكون شوية سخونة أنا بغين عارف أنا النافع أو للبس باس واش من النباتات لي ربما سخونة واش كد فيه دونك على المرأة الحاملة واش غيكون ضارة للأخذتها بشكل يومي او لا لا على المرأة المرضية كذلك واش من نباتات لي واش كتنزل طنسيو لا لا عدي كلها أمر ربما بغين عرفها معاك وأكيد مرحبا بأسئلة كل مستميم سمعت من خلال الصفحة الرسمية شهد الفام 0522-3036 ألشي كامل سمعت لك السمعون فإنما كانتم مازالين معنا دائما على شهد الفام من خلال شهد الأسرة معنا مراد في الإخراج مرحبا بالتعليقات والأسئلة ديالكم مازال مرفقاكم جميلة رفقات الأساد والباحث محمد أحسين اللي هو متخصص في تغذية أيضا مازال مكملين حديث ديالنا على البس باس البس باس من الحاجات اللي هي كتعطي الدفا سخونة على الدات او لا لا باش عكتل سيدة الحواميل اللي في بداية الحمل ديالهم أولا اللي كتكون صحة ديالهم شيفخها جي حساسة في الحمل أولا السيدة المرضي الإنسان يرد البل مع القرامج مع الكمية اللي غاياخد ماشي سمي واحد الحاجة اللي كترخي الأعصاب رح تكونك أقلبوا على الحاجة اللي كتحيدنا التوتور أولا هدو نزلو حدا يعني الإنسان اليوم الصباح الأشياء الليل هو فعلا اللي ما كنت تكلموه عن البس باس أولا حاجة كنقول كنقول بي أنه البس باس كيلعب دور مهم جدا في الجهاز كله من رصد الإنسان يحتاج لديه أولا ثانيا كيلعب دور مهم في أنه كيسخن الأماكي البردة يعني كما قلت يرى سخون وكيسخن الأماكي البردة بنادب في هذه الأيام ديال البردة سبحاء أوداك الشي لايش كتلك راه الوجود دياله في هذه اللقيتة دياله موجودة لحكمة بالغة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى هذا الوقيتة هي اللي كيكون الإنسان كيعاني من البرودة البرودة في الرجلين برودة في لي الدين برودة في النف برودة في الفخات ديالهم الناس وحل المجموعة ديال الليل عاد كيفضح وحل المجموعة ديال الأسرة اللي كنعيشوها في الحياة اليومية ديالنا ففي وقيته اللي كاتو اللي كتشرب انتزان أباس ديال النفع اللي كتشوف راسك بأن الرجلين بديو كيسخنوا عندك اللي الدين ديو كيسخنوا عندك والقو بأنه فعلا كيمشي إلى المناطق اللي كأول الأعضاء اللي كتكون باردة كيسخنها الأعضاء اللي كتكون ضعيفة أو اللي كسولة كينشطها كذلك الأعضاء اللي عندها العمل بطئ كيسرعوا بحل كييرتب وكيرستوري العمل ديال كل حاجة الحاجة اللي كانت خصته تخدم بمية وعشرين في الساعة كيرجع تخدم بمية وعشرين في الساعة الحاجة اللي كانت مية وعشرين مية وعين وبغسطتها بطل المية وعشرين كيهبطة وكأنه ريجولاتور ديال الفونكسيون اللي كينين في الجسم ديال الإنسان ولهذا الباحث كازا شنو قال لك وديبي أن لنفع أو للمنافع ديال النفع على الجهاز كله من رأسه إلى رجله وثم لقى الدكتور كذلك بارنت لقى بأنه لما كيشرب الإنسان نفع كيحس بأن ذلك وذلك اللي كان عندنا في الداخل ديال كتخرج وذلك اللي قال عليه بأنه ستا نكس بكتورو كيخرج قاعد ذلك قاعد ذلك اللي كيكون بحال غليون بحال كيقول خاطر شي شوية فاش كيكون حل إنسان كيخرج ذلك حسناً لنفع كيساعد على أساس أنه يخرجوا وبالتالي لقوا بأنه كيصفي الجهاز التنفسي وكيخلي الحالات ديال اللازم والحالات ديال الحساسية كتخفى على الإنسان شئاً فشئاً لما كيبقى يستعملوا ويدخلوا في البرنامج الغدائي دياله إذن ليس فقط كيلعب دور ديال أنه كي يسير العملية ديال الهضم وكي يسير العملية ديال الطلق وكي يعاون العملية ديال المتساس بل أكتر من ديالك كيمشي إلى المستوى ديال الأنسيجة والأعضاء وكي حاول يحفزهم ويشغلهم ويردهم في لوبتيموم ديال العمل ديالهم والنتيجة هذه بالنسبة للإنسان وهو أنه بغيت غير نحس براسي نورمال نعم بغيت غير نحس أي حاجة فيها خدامة بشكل اللي كان خصويته يتخدم به وهذا من الفوائد ومن الإيجابية اللي كان عندنا معها مع البسباس البسباس غير هواية واش الناس دائماً أجي نتكلموا على المسألة ديال واش الناس تاخدوا بشكل اللي هو يومي أو لا لا مثلاً المرأة الحامل قلتي إحنا قبلها تكلمنا على سبعة جرام على حسب تجريبة واش كي ولمها أو لا لا هاد سبعة جرام واش خاصة تاخدها بشكل يومي أو لا لا خاصة تاخدها يعني مرة مرة وابلا تجربها مع الدات ديالها يعني هكا باش الناس فعلاً أنا ما بغاش الناس أن نسبع واحد المادة غدائية مي كانت تكلموا إليها عرفتك آآ الإنسان كيعرف أنها فيها فوائد وهذا فكينزل نزلها واش دا احنا ما بغيناش المسألة هادي باش ما ترجعش لأن كل حاجة تزدت على حد ديالة كتلقها اللي بالضيد ديالة ديالة دي معروفة يعني فكان الغوداء إيما بشوف العسيدال في الوسط صح هو هو الإنسان اللي أخدها سبعة ديال القرام في اليوم ما فيها بس نعم وخي ياخدها يومياً ما كانش مشكلة ما كتأتر شيء غير هو كان كان واحد الانتباه اللي خستو ياخده النساء في الوقتها اللي غت قهت تاخد سبعه لقرام يومياً فهو قد يكون إن شاء الله نافع لمسألة ديال إدرار الحالي هذو لسيدات الهاتف مردين ولكني في المقابل تحضي ركين الإمكانية ديال أنها كيرجع لها كترجع لها العادة الشهرية ولكن هناك واحد مجموعة ديالنساء اللي كيكونوا الدفلية الأيام ديال الرضاعات يقولوا معمرهم ما يحملوا معمرهم مغي حيث تحبس الرضاعة. في الوقت التي تكون عندها نشرب لبس بس لترجع المرأة إلى الحيث والنتيجة هي أنها ممكن تحبلها مرة أخرى. هنا يكون فيها الحتيات. وغالباً كما قلت كان عندنا جوجة لأنواع النساء يعني كل أحد القدرة على التحمول. تشوف وتدير تجربة مثلاً إلى الحملة الأولى وقعت لها أنها سبعات القرام جابت لها الحيثة المرة الجاية تنقص من باش أنها تبقى عادية وتدير الإدرار ديها الحالي بشكل اللي كنت كتبغيها. هذا بالنسبة بالنسبة للحوامين. أما بالنسبة للأطفال بالنسبة للأطفال مخصوم شي فوتو أربعات القرام في اليوم. هذه الحد كما كيقولون الحد الأقصى هو أربعات القرام في اليوم. والحد الأقصى هو سبعات القرام في اليوم. يعني الإنسان البالغ سبعات القرام في اليوم. والمرأة الحامل على حساب المستوى دي الحليب ممكن أنها تشوف راسها واش في ذاك اللقصة. ما بين سبعة لا تقدر تمشي تالعشرة. إلا بغت متل شفت الحليب نقص عندها تقدر تمشي وتدير جريبة ديها وتحضي. غير مسألة كما قلت ديها الحيد. هذا هو المسألة الوحيدة اللي خصت تكون حادية معاه من ناحية الفوائد ديها البسباس. الفوائد دياله عجيبة وعجبة جدا على كل الأعضاء اللي كينا في الدات ديالنا. ما كيخفضش الضغط التنسيون. هو كيلعب دور أنه كينقيت دات. وإحنا فاش كتنقى دات ديالنا. المهم شكل غايتنقى عندي فهذا المسألة هي الدورة الدموية. وكل ما تنقات لي الدورة الدموية معمرو غاديكون ذاك لدام أو نيفو ديال الدورة الدموية. وإلا ما كانش لدام معمرو غا تكون لدنا الاسمتور ارتفاع ديال ضغط الدم أو الانخيفة ديال ضغط الدم. إذا فوقاش كيكون عندي بزاف ديال أحماض العضوية. بزاف ديال مواد السامة. بزاف ديال النفايات في الدورة الدموية. وانتيليجاما. بطريقة داكية الجسم ديالنا كيبغي تصرف. وشنو كيفاش كيبغي تصرف. انو كيبغي واحد الهورمون ديال إدرار البول. وما كيخليش البول يخرج. باش يميع هذك النفايات اللي كينا عندنا في الدات ديالنا. وما كيكت ميع كيبغي. والكمة ديال الدم كتير. والقلب بقي يضرب بزاف. ولا تنسيون كيطلع علينا. إذا فإلا غسلت الدورة الدموية ونقيتها من النفايات. يستحيل أنه يكون هناك ارتفاع لضغط الدم. إذا هذه بشرة كذلك المستمعين الكرام. لأساس أنهم إلا بغوا ياخدوا النفع. فالنفع ما عمره ما كان سبب من الأسباب ديال الارتفاع. أو خفض المستوى ديال الارتفاع عند الإنسان. إذا كذلك الوليدات الصغار. لما كتجيهم دك شنو كيسميها دك القبط. دك الوجيعات والقبط ديال الوليدات الصغار. هنا كذلك من خلال التجارب اللي كانوا عاشوها الأجداد ديالنا. شنو كانوا كيستعملوا لهم غالبا ما كيعطوهم النافع. مع الكروية. مع الكامون ديالنا العادي. الكامون او لا الكامون الصوفين. كذلك كانوا كيعطوه لهم يوميا. شنو كيدروا كيشدوا الخالط. وكي يخدوا منه معلقة صغيرة. وكيدروا تقريبا في طرور الاروب ديال الماء. ثم كيبقوا يخليهم الماء سخون طيب بطبيعة الحال. وكي يخليهم مدة ديال ساعة اللاروب. ومبعد كيسفوا. وكيبقوا معلقة معلقة صغيرة. كل مرة كيشربوا ليهم معلقة صغيرة. كل مرة كيشربوا ليهم معلقة صغيرة. وفي اعلان. ولكن القياس اللي خلصوا يخدوا هذا الرادع في النهار. لانا سنعرفوا. هذي ربما كنشوفوها كنا. متى يكون شي رادع في شي وجعة. ولهذا كانوا الامات كيبشوا هذي المسائل هذي. انا كتدل هذو حبيبات او لا. متقوقين في الماء. كيكون على الاقل كيكون كاس. ولكن في البيبغو او لهذا. كيدروا لي غي شوية. اما بالبيبغو اما بالمعلقة. كيكون غي كمية اللي هي قليلة. صح. هناو الكمية باش الناس ما يمشيوش. غنخليوا فاد النقطة هذي. باش رجعوا لها اكيد الكمية اللي ممكن نعطوه. الرضع في حالة ديال الدكولوجيعات او لهذا. ودائما كنشوفوه البسباسوين كيدخول في المواد الغدائية ديالنا. او الافتغدية او للنظام الغدائي ديالنا. مرحبا بالاسئلة ديالكم على الصفحة الرسمية شدايفة. ما ارجع لكم بعد ما نسمعه شيرين حب وغنه. مازالي معاكم على شدايفة من خلال شادة الاسرة معانا مراد في الاخراج. مرحبا دائما بالتعليقات ديالكم على صفر خمساتين وعشرين 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 وعشرين. مازال معاكم جميلة وكذلك الأستاذ والباحث محمد احسين ليوم متخصص بتغذية ايضا. كنتكلمو على الفوائد الكتيرة اليوم على البسباس. دائما تنشوفو المسألة ديالة الرضع هي اللي توقفنا عندها قبل. فشكلمناه لانا ربما من العادة اللي كنا كنشوفوها عند الوليدين اولى الناس الكبار. ان الرضع دائما كيتعملوا واحد خلطة فيها البسباس فيها الكامونسو فيها هادو على الوجيعة وغير. ولكن كنتتخذ مثلا معلقة جوج معلقات ماكسيمو اولا فرضاعة كي تقدر تقريموا واحد جوج تتلسة ديال معلقات. ماي اليوم حنا تنشوفو معاك طريقة اخرى. هنا الناس بشمس مشيش تعتمد يعني انه لا خاصة تكون كمية كثيرة او لا قليلة. شنون مناسب؟ صحيح. وكين الحالات بجوج. كين الحالة الاولى هو الانوسيون ديال الكموساش. حالة دي كنا كانوا الجدوات ديانا كي ياخدوا واحدة الكميميسا. يعني من القطن وكيديروا فيها واحدة الخليط ديال الكامونسوفي والكامون العادي. وكذلك النفع. وكيديروا في شوية ديال كويس صغير ديال المسخون. وكيخليه في حتى كيتلقوا. ومبعد كيبقوا يشربون الوليد هاداك. وفعلا كنت كتعطي نتائج. اما ده بقى الطريقة الثانية اللي تكلمنا عليها واللي خلاص كتتخذ بها. وهي انه كتاخد معلقة كبيرة. وكديرها في طرول الاروب ديال الما. هاد معلقة كبيرة اشنو فيها غير نافع ولا في هاد الخلطة كاملة. ممكن تدير غير نافع. وممكن تدير هاد الخليط اللي تكلمنا عليها الربعي. هادا لما كتخليه مدة ديال الساعة الاروب. في طرول الاروب ديال الما. هادا كل مرة تتعطي الوليد معلقة صغيرة يعني تقريبا كل ثلاثة سوء كتعطي معلقة صغيرة في الجورني كاملة والباقي كتشربو انتا او لك تشربو العائلة. ولا هكي باش ناس تفهم اكثر. لك للوليد صغير كان اعطيه فقط معلقة صغيرة. على الردع. على الردع. معلقة صغيرة على رأس كل ثلاثة سوء ولكن الباقي باش ميمشيش كما يقولوا الليفيين كانوا اللي نشربو انا ولا كيشربوه من انتا. يعني موفيد اليوم كذلك بشكل كبير كبير جدا. وفيذا كنت تكون لديه وقطة صغيرة. نحو نصف اخير للوزاهلاتا. كان كذلك واحد المعطاء اخر. هو المعطاء، وهو ماء اخواء ماء الصغيرة. وبندا فيها تقريب الـ 100 جرام من الماء. وتجامك على مدة خمسة دقيقة. وكتصفي ذلك الماء وكتزيد عليه ما يناسب 9 تلقم في لترو ديال الملحة 9 تلقم في لترو ديال الملحة عبد كننأخذ معلقة صغيرة ديال النفع حبوب أو لمطحون معلقة صغيرة ديال النفع مطحون كنخوي عليه 100 ميلي لتر ديال مطايب كيعطيني اللي كنخليه مدد ديال 5 دقيقة فهذك 100 ميلي لتر كنزيد عليها ما يناسب 9 تلقم في لترو بمعنى أنه 0.9 تلقم في 100 تلقم باش تسهل العملية 0.9 تلقم في لتكلم 100 تلقم في لتر لتخليها لا هنا يرجمني أن نبغل نبسط الناس يعني مشوا بل مع علاقات بالكيسان بحاجة لي هكا سيدا في الدار تعرف أنها ديال قياس تحل خاصة ديال تقريبا لكيفالون ديال جرام وليكيفالون ديال جرام هو نص مع علقة صغيرة ديال الوليدات الصغار ديال سيرو هذك اللي تقريبا كتسوي لكيفالون ديال ملحة في داك المئة ميلي لتر ديال 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 تسأليني عليها ما هي الأمور اللي ممكن من خلالها نوجده للناس الكبار أو للناس صغر للتزان أو لماكلة بدون ما يكون لها تأثير جانبي على الجسم الإنسان بالنسبة للإنفوسيون بالنسبة للإنفوسيون كنناخد معي القاس صغيرة في كاس ديال الماء طيب كنناخد ديك المعي القاس صغيرة ونديرها في كاس ثم كنخوليها الإكيفالان ديال 100 ميليليتر أو لغير الماء سخون نعمر به ذاك الكاس ديالي ونحط فوقه واحد الغيطاء ديال الخشب هاداك الغيطاء باش حتى دوك الزويل الإسانسيال اللي كنا فيهم ما يطيروش الماء الزويل الطيارة ما تمشي لياش وغلت غترجع لذاك الماء اللي كانت فيه الانفوسيون ومن بعد كان نصفيه وكان شرب ثلاثة ديال الكيسان في اليوم ثلاثة ديال الكيسان في اليوم ممكن يخدم الإنسان على شكل شاي ويخدمهم حتى كتسل المناسبة ديال اليامات البرد هادي يخدوها على وديت البرد او لحتى على ذلك الواجبات الدسيمة او لكي فقلنا انتفاخات او غيريك احنا كتولي شاي والغازات كتولي كتتتعتبرو بحال انك كتشرب الشاي وخاصة لما كتشرب الزويل النفع كيعطيك واحد نسمة عجيبة جدا واحد دوق عجيب جدا لكي نسملك حتى الشاي ديالك اللي ما كتديرو كي نسموليك نعم اجي من الشاي يمشيو اللي الخبز كنعرفو انا بزافة الناس كيعملو زرارع في الخبز ومنها النافع يعني النافع كنشوفو بزاف في القراشال في الخبز في الحرشات في هذا هذا استعمال دياله في الخبز ووش كيبقى نفس الفائدة نفس الفائدة نفس الفائلية او فقط منسم هذا غيرك نسم في حقيقة فا للاناك لأن جميع الانواع ذال Ring كلهم يتمشون لها. ومعاً الأنظمات التي كانت فيها كلها تمشي لها. خاصةً في الوقت الذي كان يكون أنا أزقته وخليته بحلية الجرمة. في الوقت الذي يتمشونه يكون مجموعة للأنظمات التي جد مهمة لكو غيرنا. أما ما كانت تدخل في سميتو، ما كانت تدخل مع الخبز، كانت تقلية الفيتامينات التي كانت فيه. منذ نستفيد فقط من بعض الأملاح المعدينية التي كانت فيها. وهذه الأملاح المعدينية هي التي ستقدر من خلال الخبز نستفيد من الخيارات التي كانت فيها. نعم. ولكننا في الخبز مثلاً هناك يضيفون تل آخر. يعني رأيها جماعات الأجينة ديالها ما كيلاً ما لوالوا. وش في القضية الحرارة ديالة الطياب. العافية هي التي تقتل. هذه السخونية التي ستمشي للفران. ونحن نقول لفيتامين انجنغال. انجنغال ما كيفوتوش خمسة وخمسين درجة. كيف دهو هذا. كيف دهو الاختلالة فيهم. أما إلا وصلت درجة الحرارة من تسعين. رأي ما بقى عندي يحتاج فيتامين لما ممكن أن نستفيد منه. فلهذا كنقول دائماً إلا درتي حاجة للتنسيمة. أو لدرتي حاجة للدوق ديالي في سيوجبه غدائية. كنقول حتى في حدها شي حاجة اللي غتعطيني الفيتامينات ديالها. ولما غدي نتكلم على الجانب الجمالي. غنقوله بأنه إلا مشي تضيئة لفيتامين آ ولا فيتامين بي ولا فيتامين سي اللي كي تلعب أدوار مهمة على البشرة ديالي وعلى المكونات ديال ديالي ما كيبقاش عندها فائدة جمالية ولا فائدة أخرى. نعم ممتاز. أول شي شكراً لك على كل المال وسهلا. سهلا. سهلا. إن شاء الله كيف قلتي واقينا الفوائد الجمالية دائماً ديال البسباس أو النافع على البشرة ديالنا وشعر ديالنا شكراً لك تشوفه معك الأسبوع الماجي إن شاء الله نشوفه فين كين الجمال ديالنا من خلال البسباس أو النافع وكيداً مرحبا بكل المستمعات والتعليقات ديالهم.